بعض اللحظات المضحكة وغير العادية التي حدثت في صالة الألعاب الرياضية إذا كنت جديداً في قناتنا برجاء الاشتراك في القناة وإذا كنت مشتركاً بالفعل فكن بتنشيط الإشعارات من خلال تفعيل زر الجرس هذا عندما تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لا يهم كيف تفعل ذلك ولا يهم إذا كنت ترتدين الكعب العلي أو إذا كنت ترتدين الفساتين أو أنك تفعلين ذلك بطريقة سخيفة المهم هو الذهاب ومحاولة الحصول على أفضل جسم وأن تكون بصحة جيدة فيما يليس نتعرف على بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع الصالة الرياضية بشكل مختلف بطريقتهم الخاصة لذا من الأفضل البقاء ومشاهدة هذا الفيديو لأنني سأريكم اليوم 15 لحظة غير عادية حدثت في صالة الألعاب الرياضية وأن تتعرف قبل أن نبدأ لا تنسى الضغط على زر الإعجاب واحد من أكثر مقاطع الفيديو سخافة في الصالة الرياضية هذا الفيديو لهذا راجل مع هذا التمرين الغريب جداً يفترض أن هذا الجهاز يعمل على تمرين عضلات الزاقين لكنه عكس ذلك تماماً فبدلاً من تمرين الأرجل الذي تم اخترع هذا الجهاز من أجله يقوم بتحريك رقبته إلى أعلى وأسفل لا أعرف ما إذا كان هناك أي استخدام آخر ولكن أصبح هذا الفيديو شائع جداً على الإنترنت باستخدامه بهذا الشكل الجديد هناك أناس يمارسون تمرينات سيئة في صالة الألعاب الرياضية لكن هذا بالتأكيد يفعل كل شيء خاطئ إنه حتى يرتدي ملبس سيئة وكل شيء غريب بالفعل بالتأكيد هذا الرجل يحتاج إلى تدريب دماغه قليلاً لا أعرف ماذا سيحدث إذا نجح الأمر ولكنه يبدو مضحكاً جداً عندما يرفع شخص مال كثير من الأوزان من الممكن أن ينتهي به الأمر مصاباً أو قد يفقد وعياه وهنا هذا الرجل حول رفع الكثير من الأوزان وعلى الرغم من أنه يبدو أن كل شيء على ما يراهم وأنه حقق الأمر لكن بسبب هذا الجهد الكبير جعله يفقد الوعي بعد خطوات قليلة وبعد لحظات تمكن من النهوض ولكن يبدو كأنه لا يعرف أين كان لا أعرف لماذا ولكن هناك شخص دائماً مثل هذا الرجل يحاول مساعدة المرأة على ممارسة الرياضة بدلاً من مساعدة هذا المسكيين الذي سقط الوزن منه وكاد يصيبه بأذى هذه الشابة يبدو أنها لا تحتاج مساعدة لكنه مصر يذهب العديد من كبير السن أيضاً إلى صالة الألعاب الرياضية ولكن البعض مثلها لا يفعل أي شيء بالكاد كاد تستريح بعد خلع الحذاء ويبدو أنها غلبها النوم غير مهتمة بأن الآخرين قد يحتاجون لهذا الجهاز أمضت نائمة لبضع ساعات هناك وكان المرحل جميع الذين كانوا في صالة الألعاب الرياضية حيث سجلوا هذه اللحظة نادرة جداً يقوم المصفكون دائماً بتحركات محفزة تجعل اللعبين في حالة حماس ولكن وراء تلك الهروات هناك الكثير من الألم في هذا الفيديو أثناء ممارسة أحد التمرينات الرياضينية تعرضت إحدى الفتيات لحادث مروع هناك كان السقوط قوياً نأمل أن تكون بخير من هذا الفيديو تأكد أنه يجب تحمل الكثير من الألم للوصول لنتائج مرضية قد يبدو أن هذا التمرين الذي هو لتقوية البطن وأسفل الظهر سهل ولكنه سبب العديد من الحوادث لذا إذا كنت ستفعله من الأفضل أن لا تطلب المساعدة من هذه المرأة ولا حتى تقترب من هذه الصالة الرياضية يبدو أنها تعرف كيف تستخدم هذا الجهاز لهذا التمرين بالتحديد دون أي مشكلة ولكن لم تضع قدميها بشكل صحيح ومن الواضح أنها لم تنتبه بشكل جيد على الإطلاق لذلك سقطت المرأة أرضاً ولم تكن هناك حماية يمكنك أن ترى أنها كانت ضربة قوية جداً بينما يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن في صالة الألعاب الرياضية يفكر البعض الآخر في اختراع تمريناته الخاصة مثل التي اخترعها هذا الرجل تمارين بلا فائدة فهو يستخدم الكثير من الوزن ولكن بدلاً من الخفض والرفع على عطلات الصدر يفعل ذلك مع بطنه الأسوأ من ذلك كله أنه يعتقد أنه لا بد أن يجعل الوزن يرتد بشكل صحيح الرجل في هذا الفيديو بعد رفع الأوزان الثقيلة وأسقاطها لم يتم بتثبيتها على الأرض لذا لم يتوقع أنها ستتحرك باتجاه المرأة هذا يحدث كثيراً عندما يشعر الرياضيون بالملالي من رفع الأثقال فإنهم ينتقلون إلى مستوى آخر ويفترضون أموراً أخرى فيمكن استخدام الناس كأوزان كهذا الرجل في هذا التمرين هذا الرجل يمكنه حمل امرأة في كل يد ولا يكلفه أي عناء ولكن ماذا عن هذا الضخم الذي يحمل امرأتين على كل جانب ويقوم بأداء التمرينات بإتقان وبشكل صحيح يبدو أن الآخرين مذهولون للغاية من هذا التمرين غير الشائع من الأفضل دائماً العثور على مكان مناسب لممارسة الرياضة لتجنب أي أضرار هذا الرجل حاول ممارسة نوع من التمرينات على الحارضة الخاصة بحبل الغسيل وانتهى به الأمر على الأرض مع كل شيء وحتى الملابس من أكثر التمرينات التي تمارسها النساء تمرينات القرفصاء الحرة وتقريباً دائماً بمساعدة أشخاص آخرين لتحقيق التوازن تكمن المشكلة هنا في أن هؤلاء الأشخاص يستفيدون أحياناً ويساعدون كما لا ينبغي أن يكون ظهرت بعض مقاطع الفيديو لأشخاص ساعدوا في هذا التمرين على الإنترنت بشكل مثير جداً وانتشرت هذه المقاطع بشكل واسع هذا كل شيء أتمنى أن يكون الفيديو قد نلع إعجابكم إذا كان الأمر كذلك فلا تنسوا الاشتراك بقناتنا نراكم قريباً ترجمة نانسي قنقر